موسيقى عشرات الشهداء والجرحة في غارات جوية جديدة للاحتلال في غزة موسيقى تواصل المواجهات في القطاع والقسام تعلن إخراج ألف آلية إسرائيلية عن الخدمة موسيقى سشهاد طفلين برصاص الاحتلال الصهيوني في مدينة البيرة بالضفة المحتلة موسيقى أهلا بكم والبداية من فلسطين حيث تواصل قوات الكيان الصهيوني عدوانها على قطاع غزة لليوم الواحد بعد المئة مخلفة عشرات الشهداء والجرحة وقال مراسلنا إن ثلاثة وثلاثين شهيد وعشرات المصابين ارتقوا جراء القصف الإسرائيلي على منازل في مدينة غزة حيث طال القصف مخيمي البريج والمغازي وقد أشار إلى قصف مواثل طال مدرسة وروضة ومسجد الدعوة شمال النصيرات وسط قطاع غزة وارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحداد بحي الزيتون شرقية غزة هذا وقد وصل شهيدان وخمسة جرحة إلى مستشفى ناصر بخان يونس جراء استهداف الاحتلال الصهيوني خيمة للنازحين بمنطقة المواصي تزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي متواصل وقنابل دخانية على مناطق في خان يونس أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على آلاف الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية وصلت إلى مدينة غزة ووفقا للمصادر فإن آلاف الفلسطينيين توجهوا إلى شارع الرشيد في حي التل الهوى جنوبية المدينة للحصول على مساعدات غذائية أوصلتها مؤسسات دولية غير أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح مختلفة أوضحت المصادر أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بكسور وردود جراء التدافع بعد إطلاق النار عليهم تلك الإحصائيات موثقة وقادمة من أرض غزة المدينة التي توحد عليها قيادات الغرب وأدار العربان ظهورهم لها بل يمم وجوههم نحو التطبيع مع الكيان النازي ذاته محاصرة بالنار والجوع والقتل مشرد فيها ثلثا ساكنيها وأكثر من ثمانين ألف شهيدين وجريح ربما تتوقف يوما هذه الحرب لكن العيش على الركام موت آخر في وجه الحياة هكذا هو العيش مع الكيان المشوه من صهاينة الغرب ووليد حضارتهم الوحشية حوصرت غزة من كل شيء حتى القوانين الدولية ماتت على أسوارها وبقي الإعلام بالصوت والصورة يكافح لمن يريد أن يعرف ما يحدث فينال هؤلاء أيضا قرابة 120 صحفياً وإعلامياً استشهدوا خلال المجازر الإسرائيلية على القطاع أما كوادر الصحة فيسابقون الزمن لإحياء من أمكان وسط هشاشة الإمكانيات وكثافة الضحايا وينال الأطباء من عبثية الكيان الوحشية قرابة 340 شهيداً من الكوادر الصحية تبقت الروحانية ملاذاً لطمأنينة من لهيب الحرب الظالمة لكن الإبادة الصهيونية تطال المقدسات أيضاً فهدم وقصف نحو أربعمائة مسجداً وكنيسة حتى اعتبر خبراء غربيون حملة الإبادة هذه من أشد حملات العقاب المدنية في التاريخ تلك الإحصائيات موثقة وقادمة من أرض غزة المدينة التي توحد عليها قيادات الغرب وأدار العربان ظهورهم لها لا بل يمموا وجوههم نحو التطبيع مع الكيان النازي ذاته تلك ليست حرباً للدفاع كما يروج لها بل إبادة عرقية من محتلين قدموا لاستكمال بناء مشروعهم على جماجم البشر كما حصل في سلسلة جرائم الصهيونة منذ توطينهم في فلسطين وكان لزاماً أن يتجلى نور المقاومة وهاجاً ليطفئ جحيم المارقين إذن لليوم الرابع على التوالي يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع وكانت شركتا الاتصالات الفلسطينية بالتل وأوريدو قد أعلنتا مطلع الأسبوع الجاري انقطاع كافة خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت بسبب تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت نتيجة العدوان الصهيوني هذه هي المرة السابعة التي تنقطع فيها خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة بسبب القصف المستمر لجيش الاحتلال على القطاع الذي أدى إلى تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال كما أن نقص الوقود أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع إلى ذلك شكى مواطنون في قطاع غزة من المعاناة التي يعيشونها جراء حياة التشرد والفرار من القصف الصهيوني الذي استهدفهم بمختلف مناطق قطاع غزة حتى تلك التي زعم الاحتلال أنها آمنة مرّت مواقف صعبة جداً مواقف صعبة كتير كتير تتحجرنا من در رضار تتحجرنا من بيت لبيت تتحجرنا من منطقة لمنطقة شفنا العذاب وشفنا الموت إيش أقول لك لأقول لك إيش أقول لك لأقول لك نكفي الخوف والرعب والأزمة اللي شفناها وشفنا معد الشاف منطقة البدونة تقول المناطق الاجتاحة للجيش الإسرائيلي أنتوا كنتوا موجودين آه كنتوا موجودين في الاجتياح بحكينا من باب التوثير بايش اللي صارت كيف يعني؟ إيش لما دخل الجهود؟ يعني صدد بجرات القصد كيف نجام بتتحكينا المشارات؟ والله رعب وخوف وموت ورعب شديد جداً يعني إيش أقول لك والتخفق روسنا وقلنا يا رب إنك تسلمنا وتشتتنا وشرت من منطقة لمنطقة كتير كتير شفناهم قدام عينينا والله كتير يعني إيش أقول لك لأقول لك جرانا كلهم يعني على الأرض كل شي شفنا في عينينا والخوف اه في الشوارع مرمين في الشحنية شفنا يعني أقول لك يعني شحن بحاله شفنا كل يعني بنادبين مقطعين قدام عينينا إيش أقول لك لا أحكي لك اطلعنا كل هيتنا من الزيتون نجينا للمغازي من المغازي لنصراط ومن صراط لخان يونس ومن خان يونس الهان بالنسبة للدمار الزيتونس يعني في دمار كبير جداً؟ اه والله دمار شامل دمار أرضي بالنسبة للدمار دمار بالأطفال والنساء والشباب والاختيار كله راح كله مراح الله نجينا بالمعاقين اتنين هاي واحد وهي واحد هذول بنجري فيه مراب نوقف معنا فيهم الحمد لله وإحنا ميقول يا رب علت بركاب احنا كلنا راحت عنا ولاد عمي ولاد خالت كله مراح بيجي 15 شهيد قال مواطنون في قطاع غزة إنهم لا يريدون سوى العودة إلى منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي والنوم بإمان الدمار وغلال الأصعار فش مكان آمن في قطاع غزة كله يعني نزلينا المئة يوم هذول واكتر من مئة يوم كمان تعبنا يعني احنا بس اللي بدنا إياه ولا بدنا مساعدات ولا بدنا أي حاجة لنرجع عدورنا النام بأمان يعني هاي اللي بدنا إياه وأنا ماشي في الشارع نخبطت دار جنبي طرت يمكن زي من هنا زي من هنا وشيانا قدامي هنا خمسين متر قد ضربت جنبي دار بيتي طاح بيتي أنا لسه يعني جديد أبو يا بناني إياه البيت وماليش قبل الحرب بشهرين خطبت يعني في شهر عشرة في 15 عشرة كان عرسي وراحت علي كل القصة والحجزات راحا والمصارى راحا كلها شكت امرأة مسنة في جنوب غزة من أنهم يعانون كثيرا ولا يستطيعون الحصول على الماء أو الطعام في ظل استمرار العدوان الصهيوني على القطاع لليوم الواحد بعد المئة أنا محمد أبو الكاب أنا اجيت رحلت من غزة من القصف والخبط خبطوا داري وخبطوا الدنيا كلها وأخذت أولادي وشردت أولادي أولادي وسكنت في الدير برضو هجموا علينا في الدير كنا على خط صلاح الدين وتسكرت الطريق ولحقنا حالنا أنا وأولادي كلنا وسحبنا حالنا وإجينا على رفع حتظل منابنا لكابونات ولا شفنا حاجة حتظل وين يجري نسجل كابونات وين يجري نسجل كابونات حاجة اليوم مئة يوم على الحرب أه موقف مرة عليك ولا في حمامات ولا في مية بنشتري المية شرية وربي الكعبة اللي معاه مصاري بيشتري واللي معاهش مصاري بيموت من الجوع والله ما حد كيس طحين كنا نشتريه بخمسة مليون بخمسة مليون معانا نشتري معناش ما نشتريش ونولى على النار الحطب المشطاح اليوم بستمائة ألف ستين شيكل حق المشطاح الخشب ما في الشي كله وجع من تحت لفوق وقعوه كله خمس صوابت والله حد الله ما عندي ولد في حماس كل ولادي غلابة ولا ولدي موظف والله كلهم بيبيعوا معلبات في الإسواق في الشوارع بيبيعوا مئة يوم من الحرب إذن على غزة تساوي مئة عام هكذا علقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروى حول مشاهد الخراب والتدمير الممنهج الذي خلفه عدوان الاحتلال على القطع مئة يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة خلف دمارا طال ثلثي المدينة بحسب صور الأقمار الصناعية وشرد ربع سكان القطع تتقاوز حرب الإبادة والتدمير الصهيوني سابقاتها في التاريخ في حجم الدمار الذي أحدثته خلال وقت قياسي ففي ثلاثة أشهر ألقت قوات الاحتلال خمسة وستين ألف طن من المتفجرات على غزة كمية تزيد بخمسة أضعاف على القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما لتسجل إسرائيل رقما قياسيا في التدمير الممنهج وفقا للبيانات الرسمية فقد أدت عمليات القصف الإسرائيلية جوا وبرا وبحرا إلى تدمير ثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف وحدة سكنية منها تسعة وستون ألف وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن يجري مخطط الاحتلال الإسرائيلي لنسف البنية التحتية والمساكن حتى لا يبقى مكان صالح للعيش ويضطر أهل القطاع للقبول مستقبلا على عروض مغرية بإعادة توطينهم في دول أخرى بحسب مصادر سياسية فلسطينية قدرت السلطات في غزة كلفة ما دمرته إسرائيل في غزة بأكثر من ثلاثة مليار ونصف المليار دولار على مستوى المباني والأبراج السكنية أما البنى التحتية فتبلغ كلفة ما تم تدميره مليار دولار بحسب صحيفة ويلستريت جورينال فإن سبعين بالمئة من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء القصف الإسرائيلي وذلك بالاستناد إلى صور أقمار صناعية وشهادات خبراء من بين البنى التي استهدفها الاحتلال أكثر من ثلاثمائة مؤسسة تعليمية تضررت جزئيا وعشرات المستشفيات خرجت عن الخدمة حتى لا يبقى ملاذا للمدنيين فيضطرون للرحيل عن أرضهم ميدانيا تواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية تصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل بالقطاع وقال مصدر فلسطيني إن معارك عنيفة تدور في قيزان نجار في خانيونيس جنوبية القطاع وأشار المصدر إلى أن الشباكات تدور بمختلف أنواع الأسلحة فيما تمكنت القسام من سهداف عدد من آليات الاحتلال المتوغلة من جانبه قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة قال إن الكتائب استهدفت نحو ألف آلية عسكرية صيونية توغلت في القطاع كما نفذت مئات المهام العسكرية الناجحة في كل نقاط توغل وعدوان الاحتلال وفي كلمة مصورة له أشار إلى أن الاحتلال ارتكب على مدار مئة يوم مذابح تندى لها جباه الإنسانية لكن العدالة في العالم تحول دون محاكمة إسرائيل مما يزيدنا قناع بوجوب ما فعلناه في ملحمة السابع من أكتوبر والاعتماد على سواعد رجالنا ومقاومتنا في مقارعة الاحتلال وإننا أمام ما يمارسه المحتل الجبان منذ مئة يوم فاجأنا العدو من جديد وكبدناه ولازلنا نكبده خسائر فادحة وأثمانا باهضة فاقت وستفوق كلفتها ما تكبده الاحتلال يوم السابع من أكتوبر حيث استهدفنا وأخرجنا عن الخدمة خلال مئة يوم بفضل الله وعونه نحو ألف آلية عسكرية صهيونية توغلت في قطاع غزة في شماله ووسطه وجنوبه هذا وقال متحدث كتائب القسام إن جل ما قاوموا به العدوان الصهيوني من صنع كتائب القسام ولم تكن تجدي نفعا لو لا الصناعة الأهم التي يمتلكونها وهي صناعة الإنسان المقاتل التي لا تقف قوة في الأرض أمام إرادته وإصراره على مواجهة قاتلي أجداده وآبائه ومدنسي أقصاه وقد أكد أن تكنولوجيا الصواريخ والدبابات المحصنة والطائرات الحديثة بأسلحتها الفتاكة لا تفعل شيء أمام المجاهدين المنتظرين الضفر بالعدو المؤمنين بعدالة قضيتهم إن جل ما قاومنا ونقاوم به عدوان الصهاينة هو من صنع كتائب القسام من عبوات ناسفة ومقذوفات صاروخية وراجمات ومدافع ومضادات للدروع وقنابل مختلف أنواعها وبنادق القنص وحتى الرصاص وهذه الصناعات لم تكن لتجدي نفعا أمام الترسانة الأمريكية الهائلة القذرة التي نواجهها في أيدي مرتزقة الصهاينة في الميدان لو لا الصناعة الأهم التي نمتلكها وهي صناعة الإنسان المقاتل ذلك الفلسطيني المقاوم المجاهد الذي لا تقف قوة في الأرض أمام إرادته وإصراره على مواجهة قاتلي أجداده وآبائه ومدنسي مسراه ومحتلي تراب وطنه إلى ذلك أفاد متحدث كتائب القسام أبو عبيدة أن مصير العديد من محتجزية الاحتلال بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهول وأما الباقون فدخلوا نفقا مجهولا أيضا وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قد قتلوا أخيرا فيما لا يزال الباقون في خطر كل ساعة وقيادة الكيان وجيشه يتحملان كامل المسؤولية إن مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفقا مجهول بفعل العدوان الصهيوني وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة وقيادة العدو وجيشه يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الملف كما وجهت كتائب القسام رسالة إلى أهالي الأسرى لإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة حيث نشرت مقطعا مصورا لعدد من الأسرى وهم يوجهون رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يطالبون فيها بوقف الحرب وإعادتهم إلى عائلاتهم אני נוער גמני, בת 26 מבער 7 שמי יוסי שרעבי, אני בן 53 אני איתי סבירסקי, בן 38, אני תל אביב רואו את הטירוף הזה, תחזירו אותנו למשפחות שלנו תניהו בבקשה, תעצור אותנו תחזירו אותם לביתה זה חייבים לעצור עכשיו את המלחמה سياسيا أكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أن المذبحة الهائلة التي ارتكبها رئيس الحكومة الإسرائيلي بينيا من نيتنياهو ضد شعب غزة تم تنفيذها عن طريق القصف المباشر وجاء ذلك في ردته على بيان لمنظمة مجتمع مدني عبر منصة X مفاده أن النساء والأطفال الذين استشهدوا بغزة وقعوا في مرمى نيران الصراع بين إسرائيل وحماس حيث أشار بيترو إلى أن هذا الأمر غير صحيح وأن نيتنياهو هو المسؤول عن قتل النساء والأطفال بغزة ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى ثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة وثمانين أو ثمانية وستين شهيد وستين ألف وخمسمائة واثنتين وثمانين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي في الأراضي المحتلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهادة طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة وفي بيانا لها قالت أن الطفل سليمان كنعان وصل شهيدا إلى المشفل السشاري العربي جراء إصابته بالرصاص الحي في القلب عند المدخل الشمالي للبيرة تزامنا مع استشهاد الطفل خالد حميدات إثر إصابته برصاص الاحتلال الذي لا زال يحتجز جثمانه المصادر أكدت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص جاه الطفلين كنعان وحميدات أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي للبيرة وهما من بلدة حزمة شمال شرقية القدس المحتلة ومخيم الجلازون شمال رامالة وفي وقت سابق من يوم الأحد أعلنت وزارة الصحة استشهادة ثلاثة فلسطينيين في رامالة ومخيم عين سلطان بمدينة أريحة والخليل إلى اليمن حيث هاجمت عصابة تابعة للميليشيا الحوثية منزل مواطن في إب وسط انفلات مروع تشهدها مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية مصادر محلية قالت أن مسلحين هاجموا منزل مواطن بالرصاص والقنابل في قرية حضار بعزلة جبل عميقة في حبيش ما أدى لترويع النساء والأطفال وأضرار في الممتلكات وطبقا للمصادر فإن المنزل يعود لمواطن يدعى عبداللطيف أسحم مشيرة إلى أن الحادثة تقف خلفها عصابات تابعة لقيادات في الميليشيا الحوثية تعمل على نشر الرعب وإقلاق السكينة العامة وابتزاز المواطنين في المنطقة هذا وقد أعلنت مدرسة ثانوية في شبوى الإضراب الشامل ابتداء من يوم غد الثلاثاء احتجاجا على تأخر مرتبات شهر ديسمبر الماضي وجاء ذلك في خطاب وجهته الأحد إدارة ومعلم ثانوية نصاب إلى مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية نصاب أكدوا فيه تدشين إضرابهم الشامل عن التعليم حتى دفع مرتباتهم المتأخرة والتزام التربية بدفع مرتبات الأشهر القادمة نهاية كل شهر دون عراقي هذا ويذكر بأن معلم محافظة شبوى يعانون من تأخر صرف مرتباتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023 بسبب إجراءات اتخذتها وزارتها المالية والخدمة المدنية مؤخرا حد قولهم صحيا أفاد مصدر طبي بوفاة طفلين وتدهور صحة ثلاثة آخرين جراء إصابتهم بوباء الدفتيريا الخانق في الوازعية غربية تعز مصدر مسؤول في مكتب الصحة العامة والسكان في الوازعية سجل أربع حالات إصابة بمرض الدفتيريا في الوازعية توفيت منها حالتان فيما ترقد حالتان أخرى أو أخرتان بالمشفى اليمنية السويدي في المدينة أوضح أن حالة شباه بالمرض تعد الخامسة ظهرت في وقت متأخر مساء السبت مشيرا إلى أن السلطات الصحية قامت بتحريز القرى التي ظهرت فيها الحالات بالتطعيم لكل الأطفال المستهدفين ورفعت جاهزية المراكز الصحية في شأن آخر يواجه مربو النحل في المناطق التهامية شمال الحديدة صعوبات كبيرة لعدم قدرتهم على التنقل حيث يخسرون موسم السدر للعام السادس على التوالي في ظل سمرار حرب وحصار الميليشيا الحوثية على مناطقهم وانعدام الوسائل التي تمكنهم من مواصلة تربيتها يخشى النحال أحمد الذي يزاول مهنة تربية النحل وإنتاج العسل منذ قرابة عشرين عاما من فقدان مهنته ومصدر دخله الوحيد بعد أن نفقت عليه الكثير من طوائف النحل خلال الفترة الماضية لعدم قدرته على التنقل نتيجة حرب وحصار ميليشيا الحوثي والألغام المنتشرة في المناطق التهامية شمال محافظة حجة نعاني في هذه المنطقة من وطاة الحصار الحوثي والألغام وعدم التنقل بهذه النحل ونحن نطالب الجهات المعانية والعالم بفك الحصار ورفع المعاناة عن النحالي يخسر النحالون موسم السدر من كل عام لندرة أشجارها في المناطق التهامية وعدم قدرتهم على التنقل لمناطق أخرى لحصول نحلهم على المراعي والأزهار الملائمة ما جعلهم يعتمدون على مواد خاصة لتربيتها تكلفهم أموالا باهظة نخسر موسم السدر متالي ويكون بجودة رديئة ليس بالجودة العالية وطبعا النحل بدأ يتضائل ويموت بسبب عدم توفر التنقل بعد الأشجار المثمرة والمزهرة في المناطق في الهوديان في كل مكان الآن مع كل السحراء موجود بينها نسبة أزهار كليلة وشحة الأمطار وتضاعف الإنتاج أدى إلى خسارات أو نفوق كثير من النحل تعتمد العشرات من الأسر شمال حجة على مهنة تربية النحل وإنتاج العسل منذ سنوات طويلة لكن مهنتهم باتت مهددة بالتلاشي مع انحسار مناطق الرعي وقلة الطلب على العسل من جهة وإغلاق المنافذ والطرقات من جهة أخرى من الحوثيين وحربهم الدائرة في البلاد التي تدخل عامها العاشر على التوالي يخسر مربو النحل موسمهم من عام إلى آخر لعدم قدرتهم على التنقل بنحلهم من منطقة إلى أخرى حيث ترك الكثير من النحلين مهنتهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد مجد الغولي لقناة يامن شباب محافظات حجة نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها عشرات الشهداء والجرحى في غارات جوية جديدة للاحتلال في غزة تواصل المواجهات في القطاع والقسام تعلن إخراج ألف آلية إسرائيلية عن الخدمة استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الصهيوني في مدينة البيرة بالضفة المحتلة ختاما في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر